اشتركوا في القلب طب شو يعني مستمر وشو يعني متكرر اه التكرار على طول شو يعني عطول انا دائما كل يوم سلوح قلتلكم بشرب فنجان قهوة كل يوم سلوح بشرب فنجان قهوة هذا ايش تكرار طب هسه هسه شو قاعد بعمل يلا 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 هسه قاعد بشرب تشرب بالقهوة اذا مستمر اذا المستمر يا جماعة هو في لحظة الكلام لانا لأسف احنا مرات نفكر مستمر يعني مستمر عطول لا 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 مستمر هسا هيني مش هيني بشرب قهوة ها مستمر طب انا كل يوم الصبح بشرب فنجان قهوة تكرار اذا انا كطالب لازم اميز يا برض عليكم بين المستمر والمتكرر المتكرر هو عطول اذا مضارع بسيط لكن اذا كان مستمر مستمر لحظة الكلام حلو الكلام وقتي ايواء وكما شوي رح ينتهي براو عليك يا زينة يا زينة متابعة معكم اول باول وبتساعدنا فيها طيب فاذا شو الشيك لو بتحق يا از يا ار يا ام زائد فيرب عام جي ذا هون اجبار يكون فعلنا فعل مساعد واحنا حكينا الاس والار والام شو دايما بيجباعدين هم فيرب عام جي اول حالة توتوك عبارة عن فعل وقت الكلام فعل وقت الكلام طب شو كي بدأ عرف؟ يلا نعم الآن هذه الفترة في هذه اللحظة في الوقت الحالي كله بحكي عني شي بصير هسا بس آآ عندي آآ بتوخد إزلا حلو نطلع الغلط عشان نوصل للصح آآ عندي هون طب عندي هون مستحيل يا هون ريدنج يا هون ريدنج بحكي عني شي في الحاضر وإن الفعل الخطوة التانية السهلة لما نحكي عن حدث مؤقت طب كيف تعرف أنه حدث مؤقت نقول لكم من خلال أفعال التنبيه طب شو دخل أفعال التنبيه دخلت البيت وصوتك ما شاء الله بالعلى أمك شو ديت لك شش سكت أبوك نايم ليس صرخت فيك وقلت لك سكت أبوك نايم بتنبهك عايشي قاعد بيصير الآن ماشي الحال قاعد أنت مع صاحبك انظر سيارة جاي بسرعة فانتبع إذن هون بيعطيك أفعال تنبيهية بتكون بداية الجملة زي لك انظر أين أنظر الآن اسمع انتبه هرقب أسرع بكويت اهدى شو عندما تزالت في المجرد؟ تطلعش بره بتمطر الديني خايف عليك ماشي الحال سرخش قاعدين بيحكوا تطلعش بره ليش؟ انظر انظر حلو الكلام؟ حلو نجعل ماضي مستمر؟ إلو أكثر حالة بيزعطيكو حالة بسيطة حلوة تنتبهوا لها وأعني بطريقة حلوة شو الماضي مستمر؟ عبارة على الحدثين واثنين صاروا في الماضي واثنين صاروا في الماضي لكن واحد زمنه أطول من الثاني انتو خدتوه في المدسة عبارة عن حدثين واثنين صاروا في الماضي وواحد قطعة ثاني وهذا حكي مية من مية صح ما بقدر أنكر انه ماشي حال غلط لكن شوي مزعج للطالب لأن الطالب مستني مي قطع مين لكن لما اجي قولك حدثين واثنين صاروا في الماضي وواحد أطول من الثاني بكون اسألك كيف يعني؟ بقولوا الساس مبارح وأنا نايم ماشي حال واحد نولاد الحارة بلعب فطبل وكسر الجزاز تبعنا طب وانت نايم زمن طويل كسر الجزاز زمن قصير بقول الساس اطلع طيلهم على الحارة فلقيت وعد صغير فصيرت أركض وراهم عشان عايش أضربهم وأنا بركض وراهم إزا حلقت إذا وانت بتركض زمن طويل إزا حلقت زمن قصير إذا شو يكن نعب هاللعبة؟ زمن طويل وزمن قصير طب هل في في اللغة زمن طويل مع زمن طويل وزمن قصير مع زمن قصير اه بس هذا مش مطالبين انتوا فيه وفي طلاب هاش الحال في المادة التوجيه مطالب في زمن طويل وزمن قصير وانا نايم رن المنبه طب انا نايم زمن طويل رن المنبه زمن قصير بس بكل بساطة طب كيف دعرف بكون انا في الجملة الش حال أً يوجد بمعنى واع ببِنما وآز بمعنى حالما وانا بشرح بالحصة زين أقحت وانا بشرح بالحصة زمن طويل زين أقحت زمن قصير شفتوا كيف الفكرة وانا بشرح الحصة زمن طويل لكن لما قحصل زمن قصير فالذع watched понрав voyez زمن قصير فَأَنْدِ وَالُوا وآز و وين بمعنى بمعنى ايش عندما وين الزمن طويل بكون مع واز وال visaério ذلك هذا زمن طويل والزمن القصير اللي بيكون معي فعل ماضي هون عندي زمن طويل وهون عندي زمن قصير انت ما تحفظ الترتيب خلاص وين بعطيني زمن طويل حوز زمن قصير قصير حوز طويل اذا كان عندك ويل واز وين فطلعوا شو اعطاني هنا ويل طب حطي嫁 لانة بداية الجينية تخافش تطلعش على الفراغ طلع على جزء التاني فعل ماضي اذا زمن قصير اذا تحط زمن طويل وي بتواخد واتش بستحيل وآل مستحيل اذا وين شو اعطاني هنا وين أعطاني هنا رانج فعال ماضي إذا زمن قصير إذا شو لضحط هنا زمن طويل كنت نايم لما المنبه نايم نيجي عنا الماضي التام عبارة عن فعلين واثنين صاروا في الماضي لكن واحد قبل الثاني إذا اللحظة عبارة عن فعلين واثنين صار في الماضي واحد أطول من الثاني بس اثنين صاروا مع بعض هؤون ما بس يتقولي أنا أفترت وطلعت عالمدرة الفناصل وقت ه هضا الحدث الأول والفعل الماضي هذا الحدث الثاني طيب هاذ ز HAS تصيف ثالث هاذ الحدث الاول لهذا يقوم دليل على الجمله التي يجب أن أثأ prevents أعطاني الحدث الاول حدث الثاني ومع ، الثاني هون شو اعطاني Z早 أعطاني فعل ماضي إذا أعطاني الحدث الثاني دروعة، يمكن لكم porter mejores درسنا علىamo اعطاني هون ماضي اذا بحط هون هاد زا تصيب ثالث. اعطاني افتر. اعندي هون هاد هاد. حل كلام? طيب. بل عنا الفيوتر. ايوه. بداية الحصة او في نهاية الحصة الماضية. وقفت انا وزينا سنة حكي لها ايش? بدي اشوفك. قلت لها ايش? امبارح. وقلنا لها شفتك بكرة. حكت لي غلط لانه ما توافق الزمن مع الفعل. طيب هون نفس اشي. عكس الماضي المستقبل. هسه بكل البساطة. لما احجأ انا دور عم اشيط في المستقبل ان ايوهل يا شل. طب احط ول ولا شل. دائما حط ول. طب شل بس بتيجي مع ال اي والوي فقط. بس. وهي تستخدم في ال في الاشياء الرسمي. طب هل بقدر استخدم اي ووي? طب عم بقدر استخدم اي ووي. فدائما يبقى يضع عليك ودائما استخدم اوهل. اذا ما من وجدة تقدر تستخدم شل بس مع ال اي والوي. بس. طعب. من نسبة المستقبل. تموره. ببدأنا عن المستقبل. القادم. يعني تموره غدا. في المستقبل. القميق القادم. يعني دخلت عربي بانجليزي. يلا. المشعر القادم. المشعر القادم. الآتي البعدي. قريبا. بعدين. انزال سنة في المستقبل. في المستقبل. في المستقبل. اذا ان شاء الله اقبقى لحنك. اي فرغيو لاتر. بشوفك بعدين. اذا او بحكي معاك بعدين. شو ظل لنا؟ هذا الواجب. وقف الفيديو. ودرس الازمنة. ويبدأ حل. انا عشر السنة. ما تحل معي. حلم لحالك. بعدين شوف شو بحل. تمام? ابدأ حل انا. وانت وقف الفيديو. يا غشاش. وقف الفيديو. فيه ناس بتغش. وقف الفيديو. وقف. اسم بدنك. وقفه. يلا. اه. 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 اتفعل مجرد. علي صوتك. اذا هون بحكي عن اشي مؤقت. اذا. ما تصرخ وما تعمل نزعاش قاعد بركز. اي فراغ اوه. اه. 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 بدي لعا التكرار. طيب. معطيني نافي. دي دنت ماضي. وهي انا بدي تكرار. اذا. اه. 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 بدي لعا الماضي. سي مضارع. هاتسين اه. حدث اول حدث ثاني. لانا عندي سو. ماضي. ات وين. اه. وين. زمن طويل. وزمن قصير. وين اي قت. قت. هاي فعل ماضي. اذا. بدي زمن طويل. قت. 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 قت بيجي بعدها حدث اول وهنا عندها الثاني اعطاني فعل ماضي. طب هون شو بتحط هاد زاد تصييف ثالث شو اندي هون? هاد هاد. في طلاب اللي ما يشوف هاد هاد بخافي يا جمعة ليش يتخاف? هي اصلا عبارة الفعل عبارة عن هاد. وشو بتصلحها? هاد. والتصييف الثلاث من هاد برضو هاد يا برضو عليكم. اخر جملة في سنة ١٨٨٨. وهيك بكون ختمت معكم فكرة التأسيس. طب راح بقول استاذ وباقي المادة فيه كنت تعطي انت للاجيات القبل تأسيس اكثر صح? لكن انا بهمني هاي للطالب يضعيف جدا جدا جدا. لكن الطالب الشاطر راجح معي بسرعة وبس ادخل في المادة التوجيهي راح تشوف اشياء في حياتك ما شفتها. اسأل عن ابو الرمحي ويعرف شو بدي عمل معك. ابو الرمحي بطلعك من الصفر للقمة. فاذا اشتغلت معنا صح? وسفدت? ان شاء الله راح تكون معادة كاملة ان شاء الله تعالى. طلابنا الحمد لله كل سنة لازم يطلع معنا من العشر الاوائل. كل سنة بفضل الله بنحصد على كبير. مع جيل الفين واربعة اصولي جيل الفين واربعة احصدنا انت ثلاثة من عشر الاوائل او اربعة. مع جيل الفين وخمسة حصدنا ستة من العشر الاوائل. وكانت اعلى نسب علامات انجليزي في المملكة ان شاد الرمحي. وهذا الفضل اللي علينا. وبرضه بجهد طلابي اللي احنا من قدر ان شاء الله تعالى. حاول تكون تتميز وتكون دايما من طلاب شاد الرمحي. ان شاد الرمحي ما برضى الا يخليك من الطالب المتميز. ولازم تتعب حالك وتشتغل. احنا عنا سنة جهد وسنة تعب. عقدر تعبك ربنا بعطيك. فاذا انت تعبت معاي. بقدر اوصلك. طبعا بقدر وصلك. ويا ما وصلنا طلاب. ما تسأل عن شاد الرمحي. اسأل الطلاب شو حكوا عنه. وشوف ادخلوا على صفحاتنا. وتابعوا. وشوفوا شو منعمل طلابنا اللي منكريمهم ومنميزهم عن غيرهم. لانه احنا غير تكريمنا في الاوائل. في تكريم يكون اثناء السنة كاملة. ففي تكريمات كثير اليك. اذا انت ملاشت تتفوق معنا وتشتغل. فرب ناسر امورك ان شاء الله تعالى. وان شاء الله مع بعض نحو القلبة. خدوا مثل داما. ان السقورة ترنوا الى العلياء. فداما امدن رسهم طلابي. سقور داما نظرهم لفوق ان شاء الله تعالى. نشوفكم اخر.